نبدأ باللي هو مراجع على سؤال من أسئلة الامتحام اللي هو كان في عندي أنا مثلث نرسم الرسمة مثلث قائم الزاوية صح؟ وفي عندي هون زاوية قائمة واسمه ألف با جيم سقطنا عمود من رأس القائمة على الوتر وسمينا هذه جال وعطناكم أن هذه ثلاثة سنتيمتر ألب با ثلاثة سنتيمتر ومعطينا أن مساحة المثلث تساوي ستة سنتيمتر مقابر كان هكذا السؤال أيوة فبدنا نطلع طول بادان كده يش بادان؟ هي كان السؤال صح؟ طبعا أنا لما أجل أطلع على المعطيات لما أطلع على المعطيات بلاقي أن المثلث ألب با جيم نوعه قائمة الزاوية أنا ممكن أطلع أن با جيم هي القاعدة وألبها هو الارتفاق فممكن أستغل قانون مساحة المثلث لأن مساحة المثلث شمالة هي المعطاء فإذن كأنه بحكي لك استخدم قانون مساحة المثلث طب إيش قانون مساحة المثلث؟ ماذا نتذكر؟ مساحة المثلث تساوي نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاق هذا القانون تعمل ساحة المثلث طب عندنا مساحة المثلث ستة هو حكاة المثلث تساوي نص ضرب طب من القاعدة؟ باجيم بدأ نعتبر با جيم القاعدة خليها با جيم وهل الارتفاع؟ ضرب ثلاثة طبعنا في لغة الرياضاتها نسميها معادلة نحن من طلع المجهول با جيم هذا كيف راح نسوي حتى نطلع با جيم؟ ممكن أضرب نص في ثلاثة أضرب الطرفين في اثنين عشان أخلص من النص بالضغط لما نضرب الطرفين في با جيم في اثنين بصير هذا اثنع عش تساوي با جيم في ثلاث لما ضربت في اثنين اثنين بتصرب مع نص بصير واحد با جيم في اثنين با جيم لحالة جو بتساوي بنقسم على ثلاث الطرفين بطلع الجواب أربعة با جيم شو بتساوي أربعة طيب نرجع للشكل با جيم شو صارتها الساعة طولها بس مش هذا المطلوب في السؤال المطلوب بادار قديش طيب سؤال بنقدر نحسب مساحة المثلث بطريقة أخرى باعتبار طول قاعدة وارتفاع غير با جيم والبا يعني أنا بقدر أعتبر أي ضلع من أطلاع المثلث قاعدة وضلع الآخر ارتفاع مزبوط ولا لا أنا هس اعتبرت انه با جيم القاعدة وألب با الارتفاع طيب بقدر أعتبر انه ألب با القاعدة وبا جيم طيب غير هيك بقدر أعتبر ألف جيم القاعدة وبادار الارتفاع شو رأيك فالحكي قاعدة هذا ما بني على مفهوم الارتفاع مفهوم القاعدة والارتفاع لأنه إذا اعتبرنا بادال هو العمود النازل على الضلع ألف جيم بقدر اعتبر أنه ألف جيم قاعدة وبادال ارتفاع إذن مساحة المثلة راح تتغير لا إذن هنكتب القانون مرة ثانية بس باستخدام الأطوال الجديدة هاي اللي حكيت عنه بساوي نص في ألف جيم في بادال مش راكفة الحكي يعني اعتبرت ألف جيم هو القاعدة وبادال هو الارتفاع طيب سؤال ألف جيم بعرفه ألف جيم ها لا بعرفه يحزن أنه بعرفه أو ما بعرفه لا بعرفه منهاي ثلاث وهاي أربعة حسب مثلث في ثغورس هذا خمسة مش حكينا عنه هذا مثلث مشهور يعني باختصار هنا أنا عملت خطوة جانبية بس ما حكيت عنها ليه إيش إيه؟ طبقت نظرية في ثغورس بس أنا لأني حافظه ثلاث أربعة خمسة ما طبقتها ولهي لازم تطبقها بس عشان اختصار مش أكثر منيك إذن أنا بعرف إنه خمسة طبعا هاي بادال يلا نضرب في اثنين الطرفين شو بطلع عندي كورب 12 يساوي خمسة ضرب بادال طب بادال لحاله شو بتساوي 12 تقسيم خمسة خلص مش ضرورة تحليها يعني هذا هو الجواب تاعك هذا صعب رانو ماليكي طيب خلينا ننتقل على اشي ثاني هلا أنا راح أخلط بين صراحة عدة موضوعات راح أبدأ من هذا شايفين هذا جماعة اللي أنا طلعوا قدامكم مكتب عليه للصف السادس هذا هو تكملة وحدة الهندس اللي راح نشتغل عليها احنا ضينا في الهندسة اللي هي كيف نحسب المساحات والحجم والمحيط اليوم درسنا راح نكون عليها بشكل رئيسي ففي عندكم هنا موقع لي وتاع قطوف حطلكوا لينكي ممكن داخل الموقعنا اذا دخلت عليه ادخلي على موقع دارت التعلم تبعته في عندك الدرس هذا موجود خلينا نأخذ المحتوى شرح الدروس خلينا نتكلم عن مساحة المثلث طلعوا في مساحة المثلث أنا محظر هون تحضير ترى هذا بنفع على شغلتين بنفع إذا أنت كنت بتتكلم عنه كتدريس أو تتكلم عنه كرياضيات خلينا نمسك مفهوم ارتفاع المثلث وهذه لي كانت فكرة الامتحان صراحة ها فكرة الامتحان تبعكم فكرة السؤال يعني مبداها من هون اجاب شوف هلأ انت عندك هاي الشكل هذا المثلث انا بقدر حركه زي ما بدي شاف كيف يعني دايناميك هذة الآن بقدر ارسموه زي يعني اشكل منه زي ما بدي قائم الزاوية محاد الزاوية منفرج الزاوية زي ما بدي بشكل منه الآن طلعوا من يقرأ لي هونه مكتوبون القاعدة القاعدة وينه الباء الباء هايها جيندال جيندال وينه الارتفاع طب انت بقدروا هسا ترسموني وين الارتفاع ما الارتفاع انا بسألكوا هسا ها فهمين شو سؤالي الآن هذا المثلث بدي اعتبر انه با جين اعلمهم الباء القاعدة هاي هاي الباء القاعدة هاي طب مين بقدر رسملي جيندال اللي هو يمثل الارتفاع وين الارتفاع نزل نقطة من جيند وعلى الارتفاع على وين تنصف تعرف ان تنزل عمود لا مش تنصف من النزل بس عمود مش شرط نصف اعلم نقطة جيند على الارتفاع كيف تنزل عمود انا اقول لك اختصر عليك لا تبدو ان تنزل عمود هو ستنزل من جيند ليس شرط على الباء نفسه ممكن على امتداد الباء طلع المنظر هل رأى هذا الأحمر الذي نزل هذا هو الارتفاع الارتفاع قد يكون داخل المثلث ولقد يكون خارج المثلث خلينا نقوم بعمل نحرك نحن خارج المثلث طيب لو شلنا هاي هلا بيعتبر القاعدة مين انتم بفهمين شو يسوي قاعدنا انا بشيل من راسك انه القاعدة اللي تحد مش بالضرورة تكون من اللي تحد يمكنكم اي ظلم يلا انا بدي القاعدة جينبا يلا وين الارتفاع نتطلع على الراس اللي قبال عمود طلعي كيف خلينا نسويها نشو كيف اذا نتطلع شفت كيف استخدموا البرمجية هاي فوتوا وتعلموا منها يعني سهل طلع ما احلا ما احنا لما جميل كل مساء كيف يسوي بسرلها بهيك اهي اللي عبادة جميلة طيب خلينا نشيل هاي هس مين القاعدة الاف جيم مين الارتفاع بادال اللي هو اللي اه اه او باياه ما شايفي لو سوي لفوق و سوي لتحت بدي كتشيل من رأسك انه كلمة عمود يعني منصف المنصف غير العمود عمود يعني بعمل قائمة منصف يعني بقطع القطعة المستقيمة او بمنصف القطعة المستقيمة او بخزمها الى قسمين متطابقين فرق كبير بين هاي وهاي وصلت هذا اول مفهول الان سؤال مهما اختلف مهما اختلف وضع القاعدة او وضع الارتفاع او او الى اخره هل تختلف مساحة المثلث الجواب لا طبعا يعني مساحة المثلث تبقى مساحة المثلث حتى لو غيرنا القاعدة والارتفاع